السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم عم نقطب في هذا الفيديو جديد وهالفيديو عن الت kötü منتخب الوطني المغربي واللقاء له yapt منتخب النيجر في تصفية قاس العالم كيف ما يعرفه لقاء النيجر صعب جدا بميراس بطبيعة الحال وقاد صعب جدا يمكن لقاء المنظمة المغربي ومنتخب النيجر منتخب الوطني المغربي اي حاول الفوز على المنظمة بكل السهب و بطبيعة الحال لف اردوar meget م 오랜만 siguiente طبعا في الحال. مش يضروري نربة تأي يمديدة في المغرب اه في المغرب ولا في النيجر ضروري الفوز للمنص machine. المنصف الوطن vanish مغربي ام منصف الجنجر. اه لقاء عيك والليقاء اه ملاق بطبيعة حال اللقاء كبير بين المنصف الوطني المغربي. واللقاء من اللقاءات الكبيرة. بطبيعة حال المنصف الوطني المغربي لما يحاجز تشكيلات اهساسية. والاحسياتية اللي ممكن يدخل به منخ الف 작업 امام منتخب النيجر بطبيعة حل لا تكون واحد تشكيلة نموذجية تقدر تكون في هاد اللقاء بطبيعة حل ديال المغرب ولا ديال المنتخب النيجر عتكون تشكيلة نموذجية ديال المنتخب الوطني المغربي ولا المنتخب ديال النيجر تشكيلة كبيرة عتكون ديال المنتخب الوطني المغربي ولا ديال المنتخب النيجر تشكيلة نموذجية يعني تعرفوا تبقى هِلها التشكيله هادي ياسين بونو حارس إيشبيليا الإسباني حراسات المرمى وهو من الحراس الجيد العالمياً حارس عالمي爮 oppницы لها المركز الثالث عالمياً حتل هذا الحارس هذا بطبيعة الحال من الحرس الكبار عالمياً ياسين بنو من الحراس الجيد العالمياً من أفضل الحراس العالمي philosophical بطبيعة الحال حارس متمرس حارس إيشبيليا الإسباني ونعرفوا الكثير من أنها تفاز بسبعة الأوروبة شيء كبير أنها تفاز بسبعة الأوروبة هناك نيف أكرد تلاعب وسط الإنزليزي وكذلك نلاعب الأكفاء داخل المنزخب الوطني المغريبي لعب كفر وكذلك نيف أكرد لعب كفاء كبيرة من المنزخب الوطني المغريبي لعب مغريبي في حال ياسين أبوه بطبيعة الحال لعب مغريبي في حال ياسين أبوه الجيد عالميا بطبيعة الحال لعب جيد عالميا في المركز نيف أكرد لعب جيد جدا على جميع الأصعدة بطبيعة الحال لعب جيد على جميع الأصعدة من المنزخب الوطني المغريبي لعب شادي رياض لعب جميع المنزخب الوطني المغريبي لعب شادي رياض بطبيع أيام وعند تساعتاشر سانه من تساعتاشر سانه من كيفار المنزخب الوطني المغربي شادي رياض عايكون مستقبلا لانه فقط تسعة عشر عاما من لاعبين طموحين بطبيعة الحال لاعبين جيدين ديال المنتخب الوطني المغربي اشرف حكيمي لاعب باريسان جيرمال الفرنسي ظاهير ايمن من اظهير اللي هو عرف العالم كامل بطبيعة حالو كانت افضل لاعب في المركز دياله عالميا لانه لاعب منتاز اللي هو اشرف حكيمي من لاعبين لاعب باقرة في المركز دياله بطبيعة الحال اشرف حكيمي لاعب باريسانجرمال، فارسيس، مستنيعين، لاعب لأشرف حكيمي من لعب المنتزين داخل المنظومة المغربية وداخل المنتخب الوطني المغربي لعب كبير جدا على جميع المقايص، وأشرف حكيمي من لعب المنتزين داخل المنظومة المغربية طبيعية كما يكون يا رحياطي الله لعب الويداد البيضاوي لعب جيد من الركائز الذي كانوا في كأس العالم صراحة في كأس العالمبيين على مؤهلات كبيرة يحيى عطيت الله هنا بعد جمهر الويداد الذي تشارك في دور الأبطال العرب تدام الخامس المقبل 27 يوليوز الذي كانت من دورهم حتى تساعد بطبيعة الحال أنهم كانوا يقول لك ذلك بعد المونديل يحيى عطيت الله هود لمستوى دير وفارق الويداد ما مهمت شيء ما كان ضنش مكان ضنش لأن لعب وعر لعب مقايز كبيرة يحيى عطيت الله لعب كبير بطبيعة الحال سوفيان امرض تلاعب فيورنتين الاتريانين من لعب الكبار عالميا كذلك السوفيان امرض اللي عنده تكوين هولنديا من اللاعبه الكبار عالمي سوفيان امره بتلاعب جيد لاعب مستوى كبير صراحة اللي هو سوفيان امره بتلاعب فيورنطينا الايطالي تكوين دياله هولندي من اللاعب الاكفاء داخل المنتخب الوطني المغربي لاعب جيد جدا واحسن لاعب في المنتخب الوطني المغربي حاليا ولا في المنضيال القطري ولا في كل شيء صراحة انه كدت تعتبر من اللاعبين الجيدين داخل النخبة الوطنية بطبيعة الحال لاعب كبير بطبيعة الحال اللي هو اشرب حاكمين هناك عز الدين اونحي عز الدين اونحي لاعب مارسيليا الفرنسي من لاعبين الاكفاء كذلك داخل النخبة الوطني المغربي精voy الاعب كيف يجعل انهم مارسيليا الفارغ كبير في البنساره وبي طبيعاتالي عز الدين اونحي من لاعب كباره داخل اللاعب الوطني المغربي精 идوph al-mahanim بين مركز دياله خط وسط الميدان كي يعد لعطاء الغازير فى المنتخب الوطني المغربي مانتب أقول انهم لفترات مصرف كيف يجعل أنه خلاقهم hedge Chance Fเชall في خط وسط الميدان بلا الخنوس لاعب Shuttle وبطولة البرجيجية 19 سنوات من لعب المهمين بداخل المنظومه المغربي وبدأ المنتخب الوطني المغربي كلب يتفضل البديل الناجح صراحة بلا الخنوس في المنتخب الوطني المغربي يشبهesch ب windy كان صراحة من البودلاء الجيدين داخل النخبة الوطنية وداخل المنتخب الوطني المغربي بلا الخنس 19 سنوات فقط من اللاعب الاكفاء داخل المنتخب الوطني المغربي صراحة من اللاعب الجيدين داخل المنظومات المغربية هنا قانا عند تقلل خط الهجوم عبدو بزكريا بوخلال من اللاعب الرائع داخل المنظومات المغربية وداخل المنتخب الوطني المغريبي زاكريا بوخلال في الموسم أول ديال وفاز بلاقب كأس فرنسا مع فارق تولوز تكون هولندي لعند زاكريا بوخلال 23 سنة لعب أخلاق كبيرة زاكريا بوخلال بطبيعة الحال زاكريا بوخلال لعب تولوز الفرنسي من خيرة اللاعبين عبدالصامد الزلزولي 21 سنة لعب برشلونا اللاعب الأكفاء داخل المنظومة المغربية لعب جيد جدا صراحة باللاعب الجيدين لو عبدالصامد الزلزولي داخل المنتخب الأوليق قلم 23 سنة بوخلال رائع في المنتخب الأوليق 23 عام موسة وكبير صراحة عبدالصامد الزلزولي موسة رائع جدا عبدالصامد الزلزولي� اللي بان فيه في كأس أفريقيا قل من 23 سنة لعب دو كفاءة كبيرة بطبيعة حال داخل المنظومة المغربية وداخل المنزخب الأولمبي في المنزخب الأول باقي مباشي المستوى الكبير بطبيعة الحال عمشيون القريادور ورأس الحربة يوسف النصيري لعب إيش بيديا الإسباني اللعب المهم من داخل المنظومة المغربية وداخل المنزخب الوطني ما ريشنا الحاملة للانتقادات الكبيرة بزاف اللي كانت تعرض لانذاكي يوسف النصيري في كأس الأقبل قبل كأس العالم بطبيعة الحال ما أثرت على هباتاتنا حاملة الانتقادات بطبيعة الحال اللي جاءت عن يوسف النصيري ولكن صراحة يوسف النصيري ما مداش في الانتقادات الكبيرة والعامقة دها في كرة القادم وركز هذه الشكلة النموذجية ونرى الخمس عناصر اللي يمكن ندخل في اللقاء خمس عناصر من الإحتياط عناصر كبيرة والله كبيرة صراحة العناصر ومزم لطبع المنزل المنزل وقلوا الجسد من مجمر التفاصيل التفاصيل قليلة ومزم لسات القطري أنه يسلم أنه يتعد للسات من الوربا أسيا وعندما كان تكون دولة قريبة أسيا ولكن الاجهواء القطري والطوري لم تتحدث الصراحة لذلك الدوري القطري أقل بالدوري تركي ومن توري إنسليزي اللي لعب غالم سايس بمشون الضهر الأيصر أيوب العمراوي لعب النسف الفرنسي اللي عنده 19 أرسانة اللعب الجيد داخل المنتخب الوطني المغربي لعب جيد أيوب العمراوي 19 أرسانة فقط لعب جيد جدا بصراحة ديال المنتخب الأولمبي بان مستوى مزين قلم 23 بان على مستوى رائع بطبعة أيوب العمراوي بان على مستوى رائع بطبعة على مستوى أقلم 23 سنة بان على مستوى رفع أيوب العمراوي إمشوا اللعب رقم 3 اللي هو عبد الحميد الصابري اللي كان بديل ناجح في المنظير القطري هذا اللي فات صراحة الدلع Aa صراحة في المنظير القطري كبديل كان من البدلاء الناجحين داخل المنتخب الوطني المغربي عبد الحميد صابري لعب مستوى كبير صراحة الي هو عبد الحاميد الصابر فى المنتخب الوطني المغربي لعب كفاءة كبيرة صراحة اللي عنده تكوين علماني وكلاعب في الأولونتين الطليانى لعب رائعين لعب جيد لعب كبير صراحة الي هو عبد الحاميد الصابر اللي كلاعب فى فى الأولونتين الطليانى انتقله من سامدوريا هذا العام كيف يلعب رقم الرمعة ليه وعمة ايمن حسونى ايمل حسونى و لاعب فارق الويداد من ما عمره اصلا لعب في المنزخب الوطني المغربي ولكن هدي اللعب انا كنت شبت انه يلعب للمنزخب الوطني اللعب لعنده 28 عام جربة كبيرة بطبيعة حال فارق الويداد وكي نظن انه لعب في الويداد يعطي العطاء الغازير وعطي العطاء الكبير في فارق الويداد البيضاوي من العناصر الاكفاء داخل المنزخب الوطني المغربي يوجد عنصر جيد جيد مهم بطبيعة الحال اللي هو ايمل الحسوني طبيعة الحال عنصر جيد مهم عنصر كبير اللي هو ايمل الحسوني عمشون ايو بالكعبي اللي ما عندهو فارقه وكان قرم الويداد ولكن الاصداء اللي جاس انا سافي بعد علاء الويداد وكانت انصعي باش يجي الويداد يمكنش برشي عرض خالجي او لا لانهو لا فستطلقات طريقة نظن انه تتعجب بالخالج واحنا عارف ان الاموال كثير اللي في الخالج عودت تانية راف الويداد ما تقدرش تنافسه الاندية الخالجية وحال الاندية القاطرية ما تقدرش تنافسه الويداد البيضاوي احنا كنشوفوا الان توابت ديال المنتخب القاطري من هنا عشر سنوات او تمان سنوات ركيئة سواكي سني ومع لاعبين عندهم الجنسية المجدوجة باش من هنا خمس ست سنوات يرجعوا لاعبين قاطريين احنا كنشوفوا هاتشي لكينا شكرا هاتشكي الاساسية والاحتياجة